اشتركوا في القناة ازن الله هندرس مع بعض واحدة جديدة من الوحدات الشيقة جدا وهي وحدة رعاية الطيور المائية وحدة رعاية الطيور المائية فيها الكثير من المعلومات الشيقة اللي بتهم شريحة كبيرة جدا من المجتمع سواء كان طلاب طبعا خاصة بطلاب التعليم الفني الزراعي او اي حد مهتم بيه تربية الدواجين اعتقدش فيه اي بيت من البيوت يخلو من الطيور المائية الطيور المائية دي مميزة جدا جدا ولها بعض الصفات التي تميزها عن جميع الكائنات الاخرى ربنا حباها بظاهرة العوم ودي طبعا منفردة في الطيور او معظم انواع الطيور يعني ما بتهواش عملية العوم الا ان الطيور المائية ربنا جعل فيها بعض الصفات المهمة جدا اللي مكنتها من السباحة لذلك اطلق عليها الطيور المائية الطيور المائية دي هي عبارة عن البط بانواعه المختلفة والكثيرة والمتعددة الاشكال والالوان والاوزة وطبعا برضو الاوزة ناس كتير جدا بتهوى تربيته وخاصة عندنا في القرى ونجوع مصر كمان الاوز ده بيتميز بحالة اقتصادية مهمة جدا تهم الدول الغربية او معظم الدول الغربية فيما يطلق عليه انتاج الكبد المسمى يعني بنحصل من الكبد بتاع الاوز على ما يطلق عليه حاجة اسمال فوجيرة ودي مهمة جدا وتباع باسعار باهزة السمن في الدول الاوروبية خلاصة الكلام ان الطيور المائية او وحدة الطيور المائية وحدة مميزة جدا جديرة بالاهتمام مننا لازم نتناول فيها كل المعلومات الشيقة اللي تنفعنا ان شاء الله في النواحد دراسية زي ما اتفقنا مع بعضينا ودائما بنقول ان محاضراتنا او حلقاتنا كلها مش بتكون بس للجانب النظري فقط لغير ولكن ايضا للجانب العملي تطبيقا طبعا لمنهج الجدارات اللي احنا اتبعناه او اللي الوزارة اتبعته عشان نأهل طالب لسوء العمل عشان يتأهل طالب لسوء العمل لازم يعرف كل المعلومات النظرية لازم يعرف كل المهارات ويقوم بتطبيقها عمليا لازم يكون لديها معرفة كم تامة وسلوكيات اسنقتها دية هذه المهارات الطيور المائية دية من الاهمية الاقتصادية بتاعتها انها طبعا تتميز بقيمة غذائية عالية في لحومها اللحوم طبعا خالية او الى حد ما قليلة فيه الكولسترول مهمة جدا بالنسبة للناس بتعود النقص فيه اللحوم الحمراء تتميز بلون اللحوم الحمراء يعني يمكن لون اللحم التاحة بيختلف شوية عن لحم الدجاج لحمة ابيض لكن ده بيعود الى حد كبير جدا النقص فيه اللحوم الحمراء نظرا لارتفاع اسمانها فاذا ما قارننا طبعا بيه اللحوم البط هاللقاء مرغوبة لشريحة كبيرة جدا القيمة الغذائية بتاعتها مرتفعة تغذيتها بسيطة جدا نظرا لانها بتتناول كمية من الالياف كثيرة في الاعلاف بتاعتها والالياف طبعا أسعارها بتكون أقل من بعض المواد البوريتينية الأخرى اللي بتضاف في العليقة فبالتالي بتكون التكاليف بالنسبة للمربي تكاليف بسيطة وسهلة عشان كده طبعا زي ما قلتلك مشروع بالنسبة لنا مشروع ناجح بالإضافة إلى مقاومتها الشديدة للأمراض زي ما قلتلك تتميز تتميز الطيور المائية بأشياء ربنا حباها بها زي ما حنشوفها كده مع بعضينا كلها ونعرف إيه المزايا اللي ربنا اختصها بها دون عن غيرها لكي يمكنها من عملية العوم والسباحة بشكل منتظم وجود وسادة أو طبقة جلدية ما بين أصابع القدم بتعمل كمجداف تساعد الطائر فيه العوم تمام أثناء وجوده فيه داخل المياد الجسم شكل الجسم نفسه زورقي الأرجل موجودة في نهاية الجسم وده برضو بيمكنها من السباحة بشكل منتظم وجود غدت زيتية موجودة على ظهر الطائر بيخف من وزن الطائر وبيساعده بشكل كبير جداً على العوم والسباحة بشكل منتظم وجود الطبقة الزيتية ديت بتوبة موجودة على الريش ما بتخليش المياه تتخلل في داخل الريش واتقل وزنه بل بالعكس بيخف وزن الطائر كذلك وجود طبقة دهنية كبيرة أسفل الجلد برضو دي بتساعد على خفة وزن الطائر وبتساعد الطائر على العوم والسباحة لأوقات كتيرة جداً في المياه طب يا مصطل لما بتعوم هي بتساعدني في إيه؟ آه بتلتقط الأسمات من داخل الطرع والقنوات والمجاري المائية بتتغزى على الحشائش الموجودة طبعاً بجانب الطرع والقنوات ودي حاجات مهمة جداً بتسهل لي فيه عملية التغزية وبالتالي بتقل تكلفة التكلفة على المربي وبالتالي بتزيد أرباحه ما احنا كل ما في الأمر أنا كمربي كل هدف الرئيس ايه؟ طبعاً تقليل المصرفات تقليل التكاليف كلما قلت التكاليف كلما زادت الأرباح بالنسبة لي بالإضافة إلى أن طبعاً الطيور المائية ما ساكنها لا تحتاج إليك يعني أشياء بسيطة جداً جداً عشان كده طبعاً مهتمين كلنا بدراسة الطيور المائية إن شاء الله حنتناول الوحدة دي مع بعض على مدار مجموعة من الحلقات مش حلقة واحدة وإن شاء الله بإذن الله تنال إعجابكم ويلا بينا نشوفوا المعلومات اللي عندنا إيه اللي حتساعدنا طبعاً في بداية الترمي الثاني وفي تقييمتنا مع وحدة رعاية الطيور المائية أول حاجة طبعاً لازم نتعرف على وحدة رعاية الطيور المائية زي ما قلنا ونعرف أن مخرجات التعلم في هذه الوحدة عبارة عن ثلاثة مخرجات للتعلم مخرج التعلم الأول اللي حضرتك طبعاً هتتقيم فيه من قبل المقيم في داخل مدرستك هتتقيم فيه ثلاث مخرجات للتعلم مخرج التعلم الأول وهو يهيئ المسكن لاستقبال الطيور المائية مخرج التعلم الثاني يتابع حالة الطيور المائية خلال مرحلة التحديد مخرج التعلم الثالث ينفذ العمليات اليومية والدورية طبعا كل المخرجات بتاعت التعلم ديت بقى ان شاء الله بإذن الله هي اللي حنتناولها على مدار هذا الترم وان شاء الله واحدة واحدة كده بالإضافة لكل المعلومات اللي تفيد كل الناس ان شاء الله بإذن الله تتدركها وتعرفها جيدة وتستطيع ممارسة كل المهارات الموجودة في الطيور المائية بالإضافة إلى التعرف على كل أنواع الطيور المائية سواء كان البط سواء كان الأوز بكل أنواعه وبكل صفاته الإنتاجية يبقى مخرجات التعلم زي ما عرفنا مع بعضنا أو زي ما قلنا دلوقتي عبارة عن ثلاث مخرجات للتعلم تعال نشوف كده بداية الطيور المائية زي ما قلنا أطلق علي ليه لفظ الطيور المائية لأنها طيور بطبيعتها محبة للماء وأطلق عليها هذا الاسم لشدة محبتها وتعلقها بالماء ومهارتها في السباحة زي ما قلنا واللعب طيب الطيور المائية دي بتضم زي ما قلت لك نوعين رئيسيين اللي هو النوع الأول منهم وهو البط والنوع الثاني وهو الأوز هناخد طبعاً وحدة وحدة أو جزء جزء كده هنتكلم على البط بكل أنواعه وبعد كده هنتكلم على الأوز بكل أنواعه وكل صفاته الإنتاجية وإن شاء الله بإذن الله تكون فيه استفادة عليها لكل الطلب طيب بعد كده عايزين بقى نعرف ما هي مزايا الطيور المائية زي ما سبقوا والتلك في بداية الحالة إن الطيور المائية دي بتتميز دوناً عن غيرها من الدواجن بعدة مميزات أهمها أول نقطة القدرة على السباحة يب طبعاً لو جينا نصنف كده الطيور المائية حلا إن الطيور المائية أو نصنف الطيور عموماً حلا إن الطيور المائية هي في مقدمة الأنواع اللي هي طبعاً فيه متميزة جداً في عملية السباحة طب ليه ربنا ميزها في عملية السباحة أو ليه هي أصلاً بتميل السباحة أو بتحب الميان لأن ربنا جعل فيها بعض الخصائص الفيسيولوجية اللي مكنتها من عملية السباحة والعوم بشكل جيد وشكل مريح بالنسبة للطال طب نمرة واحد القدرة على السباحة طب الكلام ده راجع لي يا شباب قال لي نمرة واحد عدم ابتلال الريش بالماء أثناء السباحة طب لي يا مستر هو معقول الريش مش هيتبلي لما الطائر ينزل يعم في الماء قال لي آه وهذا راجع إلى وجود زي ما قلتلك غدد زيتية على الظهر قرب الزيل يعني الغدد الزيتية دي بتوبة موجودة بالقرب من الزيل بتاع الطائر على ظهره تمام بتفرز الغدد الزيتية مادة زيتية كده او مادة دهنية المادة الدهنية او الزيتية دي بتعمل زي عازل ما بين المياه وما بين الريش فبالتالي الريش ما بيبتلش بيه المياه او ما بيتشبعش بيه كميات كبيرة من الايه المياه تمام اوه يبا في القدرة على السباحة زي ما قلتلك الكلام ده راجع لعدم ابتلال الريش بالماء اثناء السباحة وهذا راجع إلى وجود مين يا شباب غدد زيتية يبا لما حد يسألك يقولك طب ليه الريش ما بيتبلش في الطيور المائية حتقوله نظرا لوجود الغدد الزيتية الموجودة على ظهر الطائر وبالتالي هذه الغدد زي ما بنقولك بتفرز مادة زيتية او مادة دهنية كده بسيطة المادة ديه بتمكن الطائر او بتمنع ان المياه طبعا تلتصك بيه الريش او تتغلل في داخل الريش وبالتالي تتقل من وزنه وبالتالي لا يستطيع العوم لكن الغدد الزيتية ديه بتساعد على العوم طب النقطة التانية عبارة عن ايه اللي شكلها الزورقي زي ما قلت لحضرتك وحضرتك بيساعدها على ايجادة السباحة يبال شكل الزورقي للطائر نفسه بيساعد على عملية السباحة نمرة ثلاثة قصر الجرهة يعني الرجل بتاعة ارجل الطيور المائية عموما لو نظرنا لها كلنا وقارننا ما بينها وما بين انواع الطيور الاخرى حلق ان الارجل ديه ارجل قصيرة ومع وجود غشاء جلدي بين اصابع القدم زي ما قلت لحضرتك اصابع القدم كده بتبها موجودة بتلاقي وسادة جلدية او غشاء جلدي موجود بين اصابع القدم الوسادة الجلدية ديه بتساعد الطائر على العوم بيه المجديف يعني بيستخدم كمجداب في داخل القرعة او القنوات المائية اللي هو بيعيش فيه طيب النقطة رقم ثلاثة تقع الارجل في نهاية اسفل الجسم مما يساعدها على دفع جسمها بسهولة اثناء السباحة سبحان الله ربنا حابة طائر ده زي ما قلت لك ببعض الصفات الخاصة اللي بتساعده على عملية السباحة والعوم بشكل جيد لا الارجل نفسها مش موجودة في منتصف الجسم ولكن الارجل موجودة في الجهة الخلفية من الجسم عشان تساعد الطائر انه هو يدفع المياه باقدامه وتساعده على عملية العوم بشكل جيد كويس اوي يبا زي ما قلت لك ايه اللي بيساعد الطائر على العوم وجود طبقة زيتية على ظهر الطائر قصر ارجل الطائر ودي مهمة جدا بالنسبة لنا النقطة اللي بعد كده قلنا ان هذا الطائر طائر بطبيعته فيه طبقة طبقة دهنية موجودة تحت الجلد بتساعد على خفة وزن اللي ايه الطائر شكل الزورقي او الشكل الزورقي للطائر نفسه كل ده من العوامل التي تساعد على سهولة العوم اثناء وجود الطائر في المياه النقطة اللي بعد كده تقاوم البرودة شايف بقى الكلام از يزيد فيها سمك ما تحت الجلد من الدهن وجود الطبقة الدهنية اللي هي موجودة دي تحت الجلد يا شباب بيخلي الطائر ما يبردش فبيخلي الطائر يعيش لفترات طويلة في المياه سبحان الله ده كل الصفات اللي حضرتك بتقول لنا على دي فعلا صفات تساعد الطائر على العوم في المياه لذلك اطلق عليها الطيور المائية نظرا لحبها الشديد للعوم والسباحة في المياه يبا زي ما قلتلك حد يقول لك هو الطائر ده اش معنى الطيور دي اش معنى الدجاج ما بيعرفش يعوم في المياه لان الدجاج مفهوش نفس الصفات اللي ربنا اختص بيها اللي هي الطيور المائية من البطة او الاوز بهذه الايه الصفات هيقول لك طب زي ايه كده تقول وجود طبقة جلدية ما بين اصابع القدم دي بتمكن الطائر من استخدام القدم كمجداف كويس اوي وجود طبقة زيتية على ظهر الطائر بتساعد تمام على ان الريش نفسه ما يبتلش وتتغلل في المياه وبالتالي يسقل وزنه وجود طبقة دهنية اسفل الجلد الكلام ده بيمنع الطائر ان هو يبرد وبالتالي كمان بيساعد على خفة وزن الايه الطائر شكل الجسم الزوراقي نفسه يساعد على العوم فيه المياه والطبعا الانهار والطرع والقنوات المائية بالاضافة الى بقى زي ما احنا قلنا حاجة مهمة جدا بالنسبة لي الطائر قصر الاقدام بتاعة الطائر ووجودها في نهاية الجسم ده برضو بيساعده على دفع الايه المياه سبحان الله شايف طائر الطيور المائية من الحاجات المميزة جدا اللي متلا يهاش موجودة في طائر اخر نستكمل مع بعض نقطة اللي بعد كده فيما يتعلق بالطيور المائية احنا قلنا اول حاجة او اول ميزة فيها الطيور المائية عشان الناس ما تصلحش مننا قلنا ايه الناس تركز معايا قلنا مميزات الطيور المائية القدرة على السباحة دي نمرة واحد اتكلمت في القدرة على السباحة دي في ايه الاشياء اللي خلت الطائر ده له قدرة عالية على السباحة والعوم بشكل جيد كلمنا في عدة نقاط اللي احنا تناولناها مع بعض وقلناها طيب تاني ميزة بقى من مزايا أو من ميازات الطيور المائية طبعا كل كائن له مزايا وله عيوب تاني ميزة مقاوم جيد للأمراض زي ما قلتلك الطيور المائية من الطيور المقاومة للأمراض يعني يا مستر يعني ما تصابش بالأمراض لا بتصاب ولكن إلى حد كبير مقاومة أو عندها المقاومة جديدة والمناعة جديدة بالنسبة للأمراض فبالتالي لما بتصاب بتصاب يعني في ايه في أوقات محدودة مش على طول يعني تمام قوي النقطة رقم ثلاثة تغزيتها الاقتصادية لأنه من الممكن تغزيتها على علاق بها نسبة ألياف أعلى من علاق الدواجن والكلام ده لأ ارجع لي بقى ده كلام مهم جدا حضرتك عارف دلوقتي الأعلاف وعارف قيمة أسمان الأعلاف وارتفاع أسمانها هو ده اللي مخلي أسعار الدواجن ترتفع وأسعار اللحوم ترتفع طيب احنا بقى الطيور المائية دي بتتغزى عليهم الألياف نسبة الألياف اللي هي بتبقى موجودة في العالية بتاعتها ممكن تبقى عالية والألياف دي ما هيش حاجات يعني غالية ولا مكلفة للمربي فبالتالي بالنسبة له بترخص طبعا كده في مواد العلف ولما ترخص مواد العلف بالتالي طبعا هترخص ليه الأسعار وده كلام مهم جدا بالنسبة له لكن لو جيت أنا نغزي نفس تغزية الطيور المائية للدجاج هنقول لك لا لأن الدجاج بيحتاج إلى كميات عالية من البروتينات والدهون والأملاح المعدنية والفيتامينات ويحتاج إلى كميات قليلة من الألياف عكس طائر الطيور المائية الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من الألياف بالإضافة للميزة اللي بعد كده يبا احنا قلنا المقاومة الشديدة للأمراض القدرة على السباحة قلنا التغزية على مواد علف بها كمية من الألياف أعلى من غيرها وبالتالي طبعا ده بيساعد على رخص مواد العلف ولما نساعد على رخص مواد العلف أو تكون تغزية على مواد علف رخيصة بالتالي الأسعار هتكون منخفضة وده طبعا الهدف الأساسي من التربية بالنسبة طب النقطة اللي بعد كده مست اللي تقبل على التغزية بالحشائش الموجودة في أماكن السباحة زي ما قلت لحضرتك كمان مش كده بس ده أنت ممكن تغزي هذه الطيور طبعا على الحشائش الموجودة حوالين القنوات المائية أو الموجودة حوالين الطرع اللي عندك فبالتالي كده أنا بنوفر كمية كبيرة جدا من العليقة عشان كده قلت لك ده مشروع من المشاريع الاقتصادية الهمة اللي مفروض يكون موجود في كل بيت من بيوتنا حاليا يا جماعة إحنا عندنا طبعا أزمة حاليا في ارتفاع أسعار الطيور بشكل ملفت وشكل كبير إحنا نتغلب على الكلام ده إزاي؟ نتغلب عليه؟ لو حضرتك ربت في بيتك وأنا ربت في بيتي واخوك ربه في بيته وصديقك ربه في بيته أكيد التربية حتوفر كم كبير جدا من عملية الشراء من التجاه اللي هي طبعا بافاة طبعا استغلال الأمور الحالية وبيزوده في الأسعار بشكل ملفت لكن حضرتك لو أنت اللي جاي بالطائر ده مربيه عندك تكلفته ومصاريفه رغم ما هتوصل للأسمان الباهزة اللي احنا بنشتري به فدي دعوة مني لحضرتك وحضرتك وكل الناس اللي موجودة معنا عملية التربية بالنسبة للطيور المائية هي غير مجهدة بالمرة بالعكس هي بتتغذى زي ما قلت لك على حاجات بسيطة بتتغذى ممكن على البقايا الغذاء اللي بيفضل مننا في البيوت بعد فترة معينة يعني بعد 15 يوم تقريبا ممكن حضرتك تعتمد على أي حاجة هتحطه له بيأكل الطائر ده وبيبان عليه يعني بيبان عليه يعني بيحول أو عنده كفاءة تحويلية عالية في تحويل العليقة أو الغذاء اللي بيأكلوا إلى لحم فدي مهمة جدا حضرتك وحضرتك لازم تهتم بيها ولازم ناخدها في الحزبان خاصة أن الطيور المائية زي ما قلت لك مرتفعة جدا في القيم الغذائية بتاعت فزي ما قلت لك حلقاتنا دايما مع بعضينا مش هتوب حلقات خاصة بنواحي نظرية فقط ولكن عايز نأهلك لسوء العمل عايز نعمل أي حاجة تساعد المجتمع في الخروج من الأزمة اللي هو فيه عندي أزمة ارتفاع أسعار نتغلب عليه إزاي حضرتك ربي وانا الرب وضع يا رب طب لو ربنا الطيور المائية تحديدا مش محتاجة عليه أيامة ولا أسعار باهظة بالعكس حضرتك هتتغذى على أي شيء موجود عندك وحدبان عليها وحضرتك أنت المستفيد الأول من هذه العملائين نقطة اللي بعد كده يبا زي ما قلنا تقبل على التغذية بيئة الحشائش الموجودة في أماكن السباحة طب نقطة اللي بعد كده يتميز الأوز بالرعي على الحشائش والأعلاف الخضراء وبقايا المحاصيل الزراعية شايف الأوز ده الأوز ده موضوع لوحده ده حضرتك بص ده هو بيتميز أساسا بعملية الرعي على الحشائش يعني أساسا الحشائش والأعلاف الخضراء وبقايا المحاصيل الزراعية هو ده قوته اليومي اللي هو بينساجم منه ده حالة كويسة جدا إذن أنا كمربي لو حضرتك عندك قطعة أرض أو موجودة حواليك قطعة أرض وحضرتك بتربي فيها مفيش أي مشكلة خالص هتغذى تغذية بسيطة جدا غير مكلفة بالنسبة لك وغير مكلفة لأي مربي بيربي مش لحضرتك بس فموضوع مهم جدا فيما يتعلق بيه الطيور المقاي نقطة اللي بعد كده قل التكاليف إنشاء مساكنها هنعوز إيه ولا حاجة مفيش أي مشكلة خالص وذلك لتحملها الظروف الجوية بصورة أكبر من الدواجن الأخرى يعني يا مستر الكلام ده يعني حضرتك بتربي على السطح تمام حضرتك بتربي برة تمام حضرتك بتربي قدام البيت تمام عامل خزانة حوالين البيت أوكي ماشي عامل خزانة فوق السطح أوكي ماشي مفيش مشكلة خالص طب ليه يا مستر الكلام ده بتقوله مع الطيور المائية تحديدة لأن الطيور المائية أكثر تحملا للظروف البيئية يعني يعني في درجة حرارة عالية بتتحمل بتنزل تعوم في المياه وبتعود طبعا ارتفاع درجة الحرارة طب لما تب درجة الحرارة منخفضة برضو بتنزل في المياه وهي ما بتتأثرش حضرتك بالرطوبة نظرا لوجود الطبقة الدهنية الموجودة تحت الجلد خلاصة الحوار أن الطيور المائية غير مكلفة بالمرة في عملية التربية سواء كانت من المساكن اللي انت بتربي فيها سواء كانت من التغذية اللي حضرتك بتغز عليها سواء كان كمان ودي الأهم تحملها للظروف البيئية بالإضافة إلى مقاومتها الشديدة للأمراض طب اللي عليكم كده نربي تيور مائية ولا مربش نربي طب القيمة الغذائية بتاعتها عالية ولا مش عالية عالية وعالية جدا ولو انت مربي شاطر بقى هتتكلم على الأوز ده بقى وحنعرف يعني ايه انتاج الكبد المسمى المسمى اللي هو ما يطلق عليه الفواجرة وده مطلوب بشكل غير عادي برا يعني ايه يا مستا يعني بنسمى الكبد بتاع الأوز وييجي بعد عمليات الزهب حضرتك تبيعه لوحده وده بيباع بأسعار وبكميات كبيرة جدا 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 فطبعا هنتناول الكلام ده ان شاء الله على مدار باقي الوحدات في الحلقات القادمة ياريت الناس تتابعنا لانه هتكون مواضيع مهمة جدا مش مجرد بس انك تربي يعني بغرض التربية لا انا ممكن نربي بغرض التربية وغرض الاتجار وساعتها حتستفيد استفادة غير عادية يبا حتى احنا دعمنا الدراسة بالنواحي العملية وقدرت تطلع من التعليم بشيء طبعا مفيد بالنسبة لها نكمل مع بعض يبا قولنا قل التكاليف انشاء مساكنها وذلك لتحملها الظروف الجوية بصورة اكبر من الدواجن الاخرى يبا هي مقاومة للامراض تمام التخزية بتاعتها اقتصادية تمام تقبل على التخزية بالحشاش تمام يتميز الاوز بالرعي على الحشاش والعلاف الخضراء مية مية كل التكاليف انشاء مساكنها عشان بتتحمل الظروف الجوية بصورة اكبر من الدواجن الاخرى كل دي مزايا ولسه ما خلصتش انا عندي مزايا كتير جدة طب ايه كمان يا مستر قال لي لا تحتاج الى فترة حضانة طويلة لافراد يعني ايه الكلام ده يعني حضرتك بتجيب الكاتكوت عمري هو خمستاشر يوم كده انتهت فترة الحضانة بتاعته احنا كنا في بعض الاحيان بنقوله واحد وعشرين يوم لكن على خمستاشر يوم ممكن تبيه واحد وعشرين يوم ممكن تبيه طبعا يعني انا اصدك يا مستر ممكن نجيب كاتكوت عمري يوم والربيه لغاية عم خمستاشر او واحد وعشرين يوم ونبدأ نسوقه اه يبقى فترة الحضانة تطويلة ولا قصيرة قصيرة يبقى ده بيساعدك انك تجيب دفعة واثنين وثلاثة وتتربح منهم يعني ممكن انا ما ربيش لنهاية العمر او نهاية الفترة الانتاجية اه ما فيش مشكلة لكن لو حضرتك عايز تربي بقى في بيتك عشان تاكل منه وتغزي اسرتك منه اكي ما فيش مشكلة هتربي وطبعا تنتظر الى الحصول على كميات كبيرة من اللح خاصة ان انا ممكن نصل في بعض الاوزان لالبط الى خمسة كيلو جرام واربع كيلو ونص كيلو جرام فدي اوزان كبيرة جدا يا شباب لكن لو حضرتك حاطت في دماغك عملية التجارة وعملية الشغل من خلالها لا انا بنجيب كتكوت عمر يوم ونبدأ نسواها على عمر خمستاشر يوم وفيه ناس بتسوا على عمر واحد وعشرين يوم وتبع عملية مربحة جدا بالنسبة لك يبا تاني لا تحتاج الى فترة حضانة طويلة لا افرط تعالى بقى النقطة رقم تمانية اللي انا قلتلك عليها لكن طبعا دي لها وقتها وان شاء الله في حلقة الاوز بقى حنتكلم فيها باستفادة ولازم حضرتك تعرف كل المعلومات عما يطلق عليه انتاج الكبد المسمن من الاوز الذي يعطي دخلا اقتصاديا كبيرة ركز معايا حضرتك يعطي دخلا اقتصاديا كبيرة خاصة في الدول الغربية في الدول الغربية مدمنين الكبد المسمن اللي هو من الاوز طب احنا عندنا الفرصة وعندنا الاوز المصري من اشهر الانواع الاوز فيها العالم فده طبعا نوع مهم جدا طب انا لما يبقى عندي سلعة زي دي ما ننتجش منها ونصدر الكبد المسمن ده ويدخل عملة صعبة ويدخل دخل كويس جدا اقتصادي يدخل يا جماعة ولكن احنا بيبقى عندنا المعلومة لكن للأسف ما بننفذاش على ارض الواقع احنا عايزين نستفيد من المزايا اللي موجودة عندنا عايزين نستفيد من الاصناف المحلية اللي موجودة عندنا اللي بتنال شهرة عالمية عايزين نستفيد طبعا من موضوع زي ده الغرب غوي حابه تمام ننتجه انا ننتجه طب بيتعمل ازاي انتاج الكبد المسمن ان شاء الله في الحلقة اللي هناخدها مع بعض فيه الاوز هنقول لك كل التفاصيل وحنقف عند النقطة دي كتير جدا لانها نقطة مهمة جدا زي ما قلتلك من اهم ما يخص الاوز مجرد برة في الغرب بساعة ما يسمعه الاوز على طول دماغه في الكبد المسمن بتاعه او ما يطلق عليه الف وجيرة تمام يا شباب طيب يبقى ده بينتج برضو من الطيور المائية لان احنا دلوقتي بنقول كل مزايا الطيور اللي هي المائية النقطة بعد كده رقم عشرة او رقم تسعة بيقول لي زكر الاوز شديد الخوف على انساء ويتحسس كل حركة من كل غريب يعني زكر الاوز دون عن غيره من انواع الطيور الاخرى بتلاقيه على طول مجرد ما يجي قرب من الانسة بتاعته اي حد او اي طائر او اي كائن على طول بتبصت ليه يجري عليه بشكل غير عادي تمام ده الكلام ده موجود في زكر الاوز يبقى ان احنا بنتكلم على المزايا عموما بنتكلم على كل مزايا الطيوري ايه المائية سواء كانت بط سواء كان ايه اوز يعني حالة كده تعتبر حالة تقديمية للي حيتم دراسته ان شاء الله بازن الله باستفادة يبقى اخدنا كده المزايا طبعا بتاعت الطيور المائية ونعرف برضو عيوبها ايه عشان العيوب نتلافها والمزايا طبعا نكسر منها او نحاول استخدامها الاستخدام الامثل او الاستخدام الكف لها نقطة رقم عشرة سريعة النمو اذا الطيور المائية يا مستر سريعة النمو منعشان كده بنقول لحضرتك من المشروعات المهمة جدا اللي ممكن حضرتك تشتغل عليها خاصة في الفترة المبكرة من العمر يعني في الفترة المبكرة من العمر يعني عنده سرعة نمو في الفترة الاولى التلت اسابيع الاولى بيبدأ يبان على الطائر اللي هو طبعا سواء كان البط او الاوز بيبان عليه الوزن على طول وبسرعة يبى ده طبعا جدير ان انا الربية يبى كويس يبى لما نجيب الكاتكوت عمر يوم ونعادوا عندي لغاية عمر 21 يوم ونبدأ نسوقه وننظف مكانه وبعد كده نقلب ونجيب دفعة تانية لا ده انا حيبى موضوع بالنسبة لي موضوع كويس جدا وموضوع مربح جدا انا لازم نهتم بي خاصة انه زي ما قلتلك بيتميز بسرعة نمو في المراحل الايه الاولى من العمر النقطة اللي بعد كده الكفاءة التحولية وده كلام مهم جدا بقى عالية حيث يكون اتنين واثنين من عشرة كيلو جرام تمام غزاء لكل واحد كيلو جرام لحم ايا مستر بقى الكلام ده يعني الكفاءة التحولية شباب سبق وقلناه في حلقات سابقة تمام وحنا بنتكلم على انواع الطيور الاخرى او الطيور المختلفة كفاءة تحولية هي قدرة الطائر على تحويل العليقة او ما يتغزى من عليقة الى لحم تاني كفاءة تحولية قدرة الطائر على تحويل العليقة الى لحم طب ايه يا مستر الكلام ده يعني مثلا على سبيل المثال بص يا شباب معاي انا لما نيجي مثلا بنأكل الطائر اللي هو الطيور المائية اللي هو موضوع حلقتنا ده تحديدا لو انت بتأكل على اتنين كيلو وميتين جرام عليقة يعني تغزى الطائر الواحد على اتنين كيلو وميتين جرام عليقة حضرتك مفروض ان يدي لك كيلو لحم مفروض ان يدينه متوسط كيلو ايه كيلو لحم ده اسمه الكفاءة التحولية طب حضرتك لو قلنا ان الكفاءة التحولية اتنين لواحد يبا كلما تغزى الطائر على اتنين كيلو عليقة مفروض ان هو يديني كيلو واحد من اللحم لكن الطيور المائية تتميز بارتفاع الكفاءة الغذائية يعني ايه يا مستر الكفاءة التحولية للغذاء اذا تغزى الطائر بتاع الطيور المائية على اتنين كيلو وميتين جرام عليقة لابد ان تحصل على كيلو لحم يعني يدي معاك متوسط وزن كيلو لحم ده كلام كويس او طب تغزى الطائر يا مستر على اربعة كيلو وربعمائة جرام يبا عندي اتنين كيلو لحم على طول كلام منهي وكلام ما فيهوش كلام عشان كده بنقوله الكفاءة التحولية له عالية في حدود واحد في حدود طبعا واحد اللي هو الكيلو لحم اذا تغزى الطائر على اتنين واثنين من عشر او اتنين كيلو وميتين جرام من العالية في انواع اخرى باقد تختلف ممكن تلاقي واحد لاثنين ممكن تلاقي واحد لتمنمية وهكذا مفهومة شباب معايا يبا مزايا كثيرة جدا للطيور المائية زي ما قلنا لا تحتاج الى فترة حضانة طويلة يمكن انتاج الكبد المسمن من الاوز زكر الاوز بيتميز بشدة الخوف على انساء ويتحسس كل حركة من كل غريب سرعة النمو وخاصة فيه الفترة المبكرة من العمر الكفاءة التحولية العالية حيث يكون طبعا اتنين واثنين من عشر كيلو جرام او اتنين كيلو وميتين جرام عليقة يتغزاهم الطاق لكي نحصل على واحد كيلو جرام وزن حي يبا دي كلها المزايا اللي هي طبعا بتخص الطيور الايه المائية طيب خلصنا لا لسه ده انا قلتلك عندي مزايا كتير جدا جدا هتقول لي معقولة يا مستر المزايا دي كلها عشان كده بدأت الحلقة مع حضرتك وحضرتك وقلتلكم ان الطيور المائية من اهم انواع الطيور اللي احنا بنربيها او اللي احنا ممكن نستفيد من تربيتها بشكل مباشر وشكل كبير ونحقق منها ارباح عالية وطائلة نظرا لمزاياها العديدة طب يا مستر لها مزايا بس لا طبعا لها عيو بس نسرد مع بعض كده باقي المزايا نمرة 12 قال لي لون اللحم غامق اللي هو اللون اللحمر زي لون اللحوم الحمراء كويس وده برضو بيدي طعمه ومزاك جيد للحوم وبيخلي الفرد مننا كأنه بيتغزى على لحوم ايه حمراء نظرا لان شريحة كبيرة جدا من المجتمع بتهوى اللحوم ايه الحمراء 13 مصدر رخيص بدل اللحوم الحمراء لسه بنقول لحضرتك مصدر رخيص بدل اللحوم ايه الحمراء لو جيت تقارب ما بين اسعار اللحوم الحمراء واسعار البط ايا كان مع ارتفاعه حتى حتلاقي النص بالنص حتلاقي السعر منخفض تماما طيب 14 يمكن تربيتها باعدات قليلة وده بقى المهم بقى ده كلام مهم جدا يمكن تربيتها باعدات قليلة واعدات تجارية كبيرة يعني يا مصدر الكلام ده موضوع اللي بيخليني انا نتكلم مع حضرتك وحضرتك ان الموضوع دلوقتي مش مجرد حلقة دراسية الموضوع دلوقتي ان انا بنقول لك يعني انا ممكن نربي في البيت عشرة اه خمسة اه مفيش مشكلة خالص يعني يربى باعدات قليلة ويربى باعدات كثيرة حضرتك ربيت بالاعدات القليلة دية تصدقني مش هتشعر بيها واحتتغذى من التغذية اللي انت بتغذى عليه خلاف بس اول ثلاث اسابيع بالنسبة لك بتركز طبعا على العليقة لان دية بطب مرحلة البناء ثم بعد ذلك با اي بص اي اشياء خضرة اي بقايا اكل بياكل مفيش اي مشكلة الطيور المائية يا جماعة بتاكل وتوزن من الاخر تمام بتاكل ويبان عليه ومصاريف كلها بسيطة جدا وفي المتناوى بدل حضراتنا ما بنرمو اللي هي البقايا بتاعت الغذاء بتاعتنا لأ تطلعه للطيور المائية هتتغذى عليها بشكل مباشر وشكل جاي نقطة اللي بعد كده يمكن استخدام البيت في الصناعات الغذائية او التفريغ يعني انا ربيت فطلع عندي قطيع بيت ما عندي اصلا بيحصل ايه بتضع البيت الانسة لو انت ربيت حضرتك بغرض التربية عندك عندي خمسة عندي عشرة برضو هترقد الانسة على البيت خاصة طبعا عندنا في البط السوداني بيرقد على البيت وبيدي نتاج عالي ممكن حضرتك تربيه او تبيع البيت بتاعه اللي هو بتاع التفريغ ما فيش مشكلة خالص وبينباع برضو باسعار عالية يعني من الناحية ايه يعني هتستفيد كانتاج بيت وتستفيد كانتاج ايه لحن نقطة بعد كده رقم خمستاشر او رقم ستاشر جمال شكل الزكور عن الاناس يعني هو طبعا احنا بنتكلم فيه المزايا فبنقولك دايما شكل الزكر اجمل من الاناس وذلك بسبب لمعان الريش طبعا شكل الزكور اساسا بيبقى موجود فيه الزكور يعني تعتبر من ايه من الطيور المميزة ان الزكور فيها هو بيكون بيكون يعني اجمل من الاناس في ايه يا مسته شكل الدليات لما تيت تدلى كده من منطقة الانف او الرأس وتنزل على منطقة الانف وتنزل بدليات اللي واخدى الشكل الاحمر بشكل طبعا زي البط المسكوفي والبط السوداني بيبقى شكل مميز جدا وشكل جميل جدا لون الريش ولا معاني الريش فيه الزكور بيكون اكثر من الاناس شكل الزكور نفسه بيكون طبعا شكل جمالي افضل من شكل الايه الاناس فيه ظاهرة طبعا عكس كل الظواهر الاخرى ان دائما بتتميز الانسة بان شكلها بيكون اجمل من الايه من الزكور لكن تحديدا فيه الطيور المائية بتتميز بذكور اكثر جمالا من الايه الاناس نقطة اللي بعد كده طول فترة حياتها مقارنة بالدجاج استطراوح ما بين من اتنين الى اتناشر سنة حسب النوع معقولة يا مستا الطيور المائية يا شباب بتعيش من سنتين الى اتناشر سنة غير الدجاج الدجاج طبعا مفيش الاعمار دي خالص الاعمار مش كبيرة بالشكل ده خالص عشان كده حضرتك ممكن تربي وتستفيد اقصى استفادة من الطيور المائية وهي موجود في بيتك ده ايه ده بتحصل ده كأني مربي ابني يعني لما يقعد عندي الطائر من سنتين او يقعد عندي من عمر يوم لغاية عمر 12 عام معقولة يا مستا اه معقول عشان كده قلنا دي من مزايا الطيور المائية ارتفاع عمرها السنية بتعيش لفترات طويلة ولكن طبعا بتختلف بقى النواحي الانتاجية كلما تقدم الطائر في العمر كلما قلت النواحي الانتاجية بتاعته لكن حضرتك ممكن تستفيد منه فيه قطعان بيض وتاخد البدو وتفرخه وتبيعه وهكذا تمام يا شباب؟ كلام مهم جدا بالنسبة نقطة بعد كده يدر رشة دخلا اقتصادية يا نهارة بيض ده انا هنستفيد من كل حاجة ده احنا استفدنا من البيت وهنستفيد من الريش لان ريش طبعا الطيور المائية ريش كسيف يتميز زي ما قلتلك بشكل جمالي واشكاله متعددة وبيدخل فيه العديد من الصناعات فحضرتك كمان مش مجرد لو انت عندك مجزر وتجيه الدباح بتستفيد من الريش وبتبيعه وتتربح منه يبا مزايا عديدة جدا للطيور المائية زي ما قلنا لغاية دلوقتي حوالي 18 ميزة من المزايا الخاصة بيه الطيور المائية طبعا المزايا العديدة ديت هي اللي خلتني وخلتني نسرد لك كل مزاياها عشان حضرتك تبقاعد قدامنا عارف قيمة الحلقة اللي انت بتاخدها وتستفيد منها اقصى استفادة زي ما قلتلك مش مجرد جانب بس تعليمي ولكنه جانب تعليمي وجانب تجاري يعني تتربح يعني ادخل اقتحم بقى اقتحم سوق العمل انا بنقاهلك لانت لسه في سنة تانية طبعا معانا درستي في سنة اولى بعض الوحدات سنة تانية بتدرس معانا بعض الوحدات تمام الترمي اللي فات درسنا مع بعض الحمام ودرسنا مع بعض السمان واخدنا خدنا السمان في سنة اولى واخدنا الرومي كمان في سنة اولى ودخدنا على الحمام ودلوقتي بندرس الطيور المائية وحندرس كمان وحدة اعداد بيت تمام وحندرس تاني في الصف الثالث تفريخ البيض واعداد البيض وعمليات ما بعد الفاق وطبعا هتدرس كمان الدجاج التسمين وحتدرس الدجاج الجدود إذن حضرتك حتتخرج من عندنا وإنت ملمي بكل أنواع الطيور المائية مش مجرد دراسة بس لا دراسة نظرية مع جانب عملي مع جانب مهاري مع جانب تطبيقي عشان حضرتك مش هتتخرج من المدرسة قال لو إنت جدير يعني إيه جدير يعني قادر على أداء كل المهام اللي هي بتوكل إليك كل المهارات اللي حضرتك مفروض بتاخدها حضرتك لازم تمارسها عمليا قدام المقيم بتاعك عشان يطلعك طالب جديد فزي ما بنقولك استفيد مننا بقى استفيد من اللي انت بتاخده ده وكمان الميزة التلفزيون طبعا وصق لك القناة المحترمة ديت وصقت لك المعلومات أصبحت المعلومات ديت موجودة على القناة وموجودة على اليوتيوب حضرتك حتى بعد ما تخلص ممكن ترجع لأي حلقة من الحلقات اللي انت عايزها حسب النوع اللي حضرتك هتغوى المجال اللي هتمارس فيه نشاطك اللي بعد كده بقى اللي هو نشاطك بتاع سوء العمل هتشوف حضرتك حبيب ايه من كل اللي درسنا ده وحضرتك تبدأ بقى تتاجه ليه اتجاه كويس جدا ده كده المزايا تعالا نشوف بقى مع بعض ايه العيوب ما فيش حاجة طبعا زي ما قلتلك زي ما فيه مزايا زي ما فيه عيو بس هاللاحظ ان العيوب أقل بكثير من المزايا احنا تكلمنا فيه المزايا وتكلمنا فيها باستفادة وقلنا حوالي 18 ميزة طب تعالا نشوفوا ما هي عيوب تربية الطيور المائية نمرة واحد الاصابات المرضية للبط غالبا تتأخر فيه الاستجابة العلاجية هو ايه مستر الكلام ده هو حضرتك مش لسه يلننا دلوقتي انه عنده شدة مقامة للامراض اه عنده شدة مقامة لكن فيه عيب بسيط يعني ما هو شدة مقامة يعني المقامة للامراض يعني مش معنى كده ان ما بيجلوش امراض لهو بيقاوم الى حد كبير الامراض ولما تيجي الامراض بيطب امراض قليلة بس العيب بقى ان المرض لما بييجي بيطول في العلاج معي ولا لا فده يعتبر عيب ولا مش عيب عشان كده حضرتك الوقاية خير من الايه من العلاج حضرتك تراعي بقى كل الظروف وكل اللي احتاجات البيئية المناسبة وحضرتك تحافظ على القطيع بتاعك بشكل منتظم رعاية صحية محترمة رعاية بيطرية محترمة رعاية تمام عامة من توفير مساعي ومعالف وتزبيط لدرجات حرارة وكل الامور اللي حضرتك هتعملها كويس عشان ما يجيش المرض هيوعب من عيوبه ان لما بيجي بيطول شوية في العلاج او الاستجابة للعلاج بطب ضعيفة شوية لكنه مقاوم للامراض اه مقاوم للامراض عشان ما حدش يخلط ما بين الكلمتين وقل لي حضرتك قلت لنا مقاوم للامراض ورجعت وقلت لنا ايه الاصابة بالامراض بتطول اه ده موضوع وده موضوع يعني لو جيه مرض بيستغرق شوية وقت في الاستجابة للعلاج يبا داعيب ولا مش عيب عيب طب النقطة رقم اتنين استهلاك كميات كبيرة من المياه مهم جدا ما هي طيور محبة للايه للمياه فنسبة استهلاك المياه الى العلف ثلاثة الواحد يعني الطائر بيستغلك بنسبة ثلاثة الى واحد ثلاثة مياه الى واحد عالا يبا بيستغلك مياه اكتر من استهلاكه للايه للاعلاف تمام طب الكلام ده بيعمل ايه مستر قال لي الكلام ده بيزيد من فرصة بلا للفرش مهو حضرتك بقى ايه انا بالرب عندي في عنبر مهم جدا الحاجات البسيطة اللي بنقولها ده شباب وخليك معايا البلا للفرشة الفرشة دي يا جماعة هي مش مجرد ان الفرشة بتلت وخلاص الفرشة معنى انها تبتل يعني رفعت نسبة الرطوبة في العنبر يعني حضرتك بتوفر بيئة صالحة لانتشار الامراض يعني يا مستر الكلام ده يعني على قد ما طيضة في الطيور المائية تحديدا وبقى وجميع الطيور تمام لازم اذا لقيت اي بلل للفرشة حضرتك تزيل الجزء المبتل وتحط تستبدله طبعا خاصة على الفرشة اللي هي طبعا بيستخدم من النشارة او من التب على طول تستبدل الفرشة المبتلة بفرشة ايه جافة مهم جدا الكلام ده طب ده في الطيور المائية هو استهلاكه من الماء كتير كل شوية اطار على المشربيات كل شوية اطار على المشربيات لذلك بيفضل عمل مجاري مائية في داخل العنبر اللي حضرتك بتربي فيه عشان يبقى المكان بتاع المجرى المائي ده يبقى بعيد عن باقي العنبر فما يعمليش ايه بلل للفرشة او يرتب للايه الفرشة تمام وفي نفس الوقت حضرتك وفرت المياه بكميات كبيرة وطول الوقت بالنسبة للايه للطيور يبقى حطب بس ده عيب اه عيب بس يمكن التغلب عليه اه يمكن التغلب عليه مفيش مشكلة لو انا ما عنديش امكانية ان انا نعمل المجاري المائية حضرتك باستمرار تستبدل الفرشة المفتلة بفرشة نشفة طب ليه يا مستا عشان زي ما قلتلك انا عايز نحافظ على نسبة رطوبة في العنبر وما نرفعش نسبة الرطوب طب لو ارتفعت بقى نسبة الرطوبة زي ما قلتلك بيئة صالحة لانتشار الامراض تعمل كساح لرجل الطائر بيكسح وتلاقي طبعا البط والاوز اوزانهم بتوبة قيلة على رجله فبالتالي بغس بيوبة شديد الحساسية لعملية الاصابة بيئة الكساح فاحنا عايزين نتغلب على الكلام ده نسبة كالسان تتحط طبعا فيه العليق او المياه باستمرار بصفة مستمرة نحافظ على بلل الفرشة بقلة تبتل الفرشة او اذا بطلت الفرشة حضرتك تنظف على طول مكانها وتستبدلها بفرشة ايه جفة ده كلام مهم جدا يعني اصد العيوب اللي موجودة في الطيور المائية عيوب كلها يمكن التغلب ايه عليها لكن المزايا مزايا عديدة ده فعليا ان انا الرب وده فعليا ان انا ندخل على المشروع بقل بجامد وانا متأكد ان ان شاء الله باذن الله ارباحه تكون جيدة اذا تبعت التعليمات اللي احنا بنقولها وابنقولها مع بعضين نقطة بعد كده بعصرة العلف مما يزيد من الفاقد وبالتالي خسارة اقتصادية حضرتك برضو حاطت العلف بكميات كبيرة في داخل الغزياء لا يفضل الكلام ده ليه يا مستا ما حضرتك لما بتملى المعالف على اخرها تمام بيخش الطيور المائية زي ما بنقول لك انا ده ارجل بتاعتها فيها زي المجداف كده حضرتك بتبعصر كتير جدا من كميات العلف يبقى يفضل ان كميات العلف تتحط فيه الغزيات بكميات طبعا تكون زي بو يعني حضرتك عامل زي مجرى كده بحس ان العليقة ما تهدرش كتير طب ليه لان الكلام ده هيؤثر على الكفاءة التحولية حتيجي حضرتك تقول لي ده اكل الطائر ده عشرة كيلو عليقة وما تدنيش متوسط اللحم اللي احنا عايزينه احنا قلنا الكفاءة التحولية طبعا اتنين واثنين كيلو ومتين جرام يديني كيلو ممكن نلاقي ان حضرتك معدل العليقة اللي طلحتها اكثر بكثير من اوزان اللحم اللي حصلت عليه طب ده نتيجة ايه نتيجة اهدار العلف وطبعا طب حيروح فين حينزل بقى مع الفرشة مع التبن والنشارة وحضرتك مش هتقدر طبعا تحصل عليه مرة تانية ودي طب تكاليف كتيرة على المربي مصاريف زادت على المربي وبالتالي الارباح حتقل مفهومة شباب معايا الكلام ده ولا لا طب برضو عيه بيمكن التغلب عليه ولا لا يمكن التغلب عليه طب النقطة اللي بعد كده حساسية شديدة للاصابة بسموم الكوليستريديم والسموم الفطرية ده برضو عيه يعني ايه ما هو نتيجة ايه نتيجة ايه الاصابة بسموم الكوليستريديم دي نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة في العم هو بيبقى حساس شوي نراعي النقط دي يا جماع نراعي على قد ما نقدر زي ما قلتلك تكون تكون الارضية جافة تكون الفرشة تمام جافة تكون العليقة بقى عليقة غير مخزونة عليقة من مصادر موصوك بيها عشان ما يكونش فيها بعض السموم اللي يابتع الكوليستريديم دي اللي انا طبعا ايه ممكن تسبب لي بعض القلق في داخل اللي ايه العنابل يبقى لو جينا عملنا مقارنة ما بين المزايا وما بين العيوب حلا ان فيه فرق شاسع ان المزايا كتير جدا بينما العيوب يعني عبارة عن اربع عيوب حاجات بسيطة ويمكن التغلب عليها انا بقى بخبرتي كمربي انا بقى كطالب كده درست في المدرسة وشفت المدرس بتاعي بيعمل ايه في العنابل خش واسأل في كل حاجة ما تخشش للعنبر وخلاص كده مع المدرس او المقيم عشان انا بس نتقيم ويبقى كل هدفي ان انا نقول المعلومة صح وخلاص انا عايزك تقول المعلومة صح وتراعي كل واسأل في كل حاجة وصدقني المقيم بتاعك او المدرس بتاعك او مش في القسم بتاعك بيبقى سعيد جدا لما يلاقيك بتسأله اسئلة فنية هو حضرتك شلت دي لي يا مستر هو حضرتك حطيت هنا ده لي يا مستر بيفرح جدا وحيفيدك افادة كاملة لان المعلومة اللي هتاخدها وانت اللي سائل عليها لا يمكن تنساها مدى الحياة تماما شباب فزي ما قلنا عايزين نخلط الجانب العملي بالجانب النظري وهو ده شغلنا شغل الجدرات كده شغل الجدرات بقيت نعتمد عليها دلوقتي هو حضرتك بنيجي في اخر السنة ننتحنك في حاجات خاصة بالدواجن او بالانتاج او باي مادة لا خلاص انا بقى الوحدة نفسه اللي انت حضرتك بتقيم فيه اللي انت مرسته المهارة اللي انت عملتها بيديك هي دي اللي انت بتتقيم فيه تماما شباب يبا كده اخدنا المزايا واخدنا العيوب للطيور المائي فضلنا بقى حنيجي نتكلم بقى على انواع البط ناخده بقى كده انواع البط ونتكلم في بعض السلالات بتاعة البط طبعا بالنسبة لي البط بيقسم البط من حيث الغرض الانتاجي الى يبا طبعا تقسيم البط الاول لو قسمتلك قلتلك ما هي انواع البط تقوللي طبقا لايه الغرض الانتاجي نمرة واحد بط انتاج اللحم بط انتاج اللحم وبعض السلالات لازم لما نقول لحضرتك بط السلالات بط انتاج اللحم لازم تكون عارف ما هي الانواع نمرة واحد البط المسكوفي اثنين البط البكيني تلاتة البط الروان اربعة بط المولار بطلا ايه المورا وحنشوف الكلام ده كله بشكل بقى منتظم وشكل كثيف ونعرف الخصائص بتاعت كل سلالة من هزي السلالات دلوقتي بس نعرف ما هي سلالات بط انتاج اللحم البط المسكوفي البط البكيني بط الروان بط المولر يبقى هزي الانواع متخصصة في انتاج اللحم طب نمرة اثنين بط انتاج البيت عندي نوعية بط اسمه الكاكي كامبل وبط اسمه العداء الهندي يبقى سلالتين من بط انتاج البيت نمرة واحد بط الكاكي كامبل اثنين العداء الهندي تلاتة بط الزينة هو معقول يا مستر فيه بط للزينة اه يا حبيبي ده سلالات مهمة جدا وسلالات جميلة جدا وتدخل فيها المعارض ولها اشكال متعددة والوان متعددة طب زي ايه يا مستر زي بط اسمه بط الكال وبط اسمه بط الملارد وبط اسمه البط الهندي الاسوأ يبقى لو قلتلك قل لبعض سلالات بط الزينة هتقول لي بط الكال بط الملارد بط الهندي الاسوأ يبقى كده كم نوع تلاتة انواع سلالات انتاج اللح وسلالات او بط انتاج اللح وبط انتاج البيت وبط الزينة تمام بعد كده رابع نوع من الانواع وهو البط المصري وهو البط المصري ايه البط المصري ده يا مستر وهو يربى بغرض انتاج اللح مثل البط السوداني والبط الدمياطي ده نوعين مهمين جدا بقى تاني البط المصري اهم ما يميزه او اهم نوعين عندنا بط مين وبط مين البط السوداني والبط الدمياطي تاني يا شباب البط المصري البط السوداني وهو اشهر الانواع الموجودة عندنا والبط الدومياطي تمام اللي وجد طبعا ده اساسه في مدينة دومياط وبشكل كبير جدا بيكون موجود وهذه السلالات متميزة جدا في انتاج اللحم يبا لما نجي نتكلم على انواع البط قلنا يتم تقسيم البط اولا من حيث الغرض الانتاجي من حيث الغرض الايه الانتاجي لبط سلالات بط انتاج اللحم ومنها المسكوفي تمام البكيني تمام الروان تمام بط المولر ادي اول سلالة اللي هو متخصصة في انتاج اللحم طب نمرة اتنين بقى البط المتخصص في انتاج البيت او سلالات بط انتاج البيت قلتلك سلالة بط الكاكي كامبل الكاكي كامبل بالاضافة الى العداء الهندي تمام بعد كده سلالات بط الزينة قلتلك ومنها بط الكال وبط الملارد وبط الهندي الاسوأ ثم بعد ذلك سلالات البط المحلية او البط المصري اللي هو البط السوداني والبط الايه الدنيات السلالتين ده المهمين جدا يا شباب ودي معظم الناس طبعا البط السوداني ده اسعار وعالية جدا بتقللي عني بص مدة تفريغ بتاعته من تلاتة وتلاتين لخمسة وتلاتين يوم يعني لو الانسة رأدت على البيت هترقد من تلاتة وتلاتين الى خمسة وتلاتين يوم وبرضه من الطيور الرقادة على البيت فممكن حضرتك لو ربيت سلالتين تلات سلالات البيت اللي بتضعه كمان بترقد عليه وبيفقص وبيبقى مشروع تاني بالنسبة لك وبتبقى بتحصل على اشياء اخرى منه يبا كده فيما تعلق بمين سلالات البط اللي احنا قسمناه حنكتفي كده مع بعض بالجزئية اللي احنا خدناها ديت عشان طبعا يعني نعتبر ديت كده حلقة مقدمة عن اللي حيتم من شاء الله بإذن الله دراسته عرفنا مع بعض لماذا سميت الطيور المائية بالطيور المائية نظرا لحباه الشديد ليه الماء وعرفنا ايه هي الخصائص اللي تتميز بها دونا عن غيرها من بعض الانواع الاخرى اللي ميزتها حطتها في مكانة مختلفة وعرفنا ليه بتستطيع العوم بشكل بسيط وشكل ميسر وشكل جيد عن اي نوع اخر من انواع الطيور بعد كده عرفنا ما هي المزايا العديدة للطيور المائية وطبعا قلت حوالي 18 ميزة دول كافيين ان هم يخلوني ندخل على مشروع تربية بط أو تربية أوز بشكل جيد وشكل مناسب وقلب زي الحديد ثم بعد ذلك عرفنا مع بعض ما هي عيوب اللي هي الطيور المائية ثم اخيرا قلنا ما هي طبعا انواع البط طبعا تبقى للغرض الانتاجي وده اول نوع اللي هو طبعا سلالات متميزة او متخصصة في انتاج اللح وسلالات متخصصة في انتاج البيت او بط انتاج البيت ثم بط الزينة ثم وده جديد بالنسبة لك ان انت تعرف ان في نوع من انواع البط اللي هو بط الزينة اللي هو بط الكال وبط الملارد وبط طبعا الهندي الاسود ثم بعد ذلك عرفنا السلالات اللي هي بتربى في مصر من البط وهي السوداني والبط الدوميات وعلى فكرة الى حد كبير جدا مشهور جدا عندنا برضو البط المسكوفي اللي الناس عارفة منه الكثير والكسيء الى حد كبير معظم خصاصه او معظم اشكاله الى حد كبير شبه البط الايه السودان والحلقة خلصت معاكم بسرعة ويا رب تكونوا استفادتم مننا وان شاء الله باذن الله خلال الحلقات القادمة نستكمل مع بعض باقي المنهج واترككم في رعاية الله وكان معكم محمد المغربي من التلفزيون المصري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته